السلام عليكم مرحبا بكم في قناة رجاء المغربية وصفتنا لليوم عبارة عن فطيرة بالفرن بحشوة جدا رائعة وبعجين سحري بسم الله على بركة الله بالنسبة للعجين سنحتاج نصف كيلو دقيق نوعية ممتازة اي ما يعادل 500 جرام سنضفع لهم ملعقة متوسطة الحجم من سكر سنيدة وكذلك ملعقة متوسطة الحجم من خميرة حبيبات سنضفع لهم كذلك نصف ملعقة متوسطة الحجم من الملح سنضيف كذلك نصف كأس عنباء زيت الزيتون وزيت المائدة سنضيف كأس من الماء الدافئ سنبدأ نجمع العجين ديالي بالنسبة لهذا العجين خدت لي كأس ونصف فقط من الماء الدافئ سنضيف كأس من الماء الدافئ سنضيف كأس من العجين ديالي عادية كما هو موضح سنضيف كأس من الماء الدافئ سنضيفا ولنجمع العجين به diesel سنضيف القليل بما ترد سنضيفها سنضيف undertaken نغطيها ونخليها حتى تختمر ليم زيان يعني يصير نجاح هاد العجين هو الاختمار بالنسبة لهاد العجين يمكنكم استعملوها في البيتزا ويمكنكم استعملوها في مجموعة من الوصفات ترجيع رائعة بالنسبة للحشوة سنحتاج صدر الدجاج اللي قطعته طريفات صغار ونحتاج البصلة اللي شلطها وهنا عندي درس ديال التومة اللي سنحكوه في الأخار سنضيف على هاد الدجاج قليل من الملح سنضيف رسم علقة نصف ملعقة من الإبزار سنضيف كذلك الكمون ملعقة صغيرة سنضيف ملعقة صغيرة من التحميره سنضيف ملعقة صغيرة من الكوركم سنضيف عليهم ملعقة صغيرة من القزبور ملعقة صغيرة سنضيف زيت الزيتون وزيت المائدة تقريبا ثلاث ملعقة كبيرة لأن الدجاج أو صدر ديال الدجاج دي يكون ناشف وتيبغي شوية ليدام باش يجي نار طب في الماكلة هنا حكيت داك الدرس ديال التومة وغادي نوضع الكل فوق النار وغادي نخلي داك الصدر داك الدجاج وديك البصلة حتى يتشحروا ليه مزيان كيف ماشتو داك البصلة وديك الصدر داك الدجاج تشحروا مزيان غادي نضيف عليهم جوج فلفلات كبار خضرين اللي قطعتهم طريفة صغار يمكن لكم تضيفه يعني الى عندكم متوفر عندكم في الفلح مراه في الفلسفرة يعني بالالوان اي حشوة حبيته يمكن لكم تستعملوها غيرها ديرها تدجي رائعة خفيفة وسهلة وكذلك خسف الثمان هلا غادي نضيف القليل من الماء غادي نخلي داك الفلفلات ديالي عفواً حتى تهبط يعني طيب ويطبدك صدر ديال الدجاج وتنشف الحوشوة عماماً من الماء بعد مما خمرت لي العجين ديالي كيف مما تتشوفو اهنا غادي نزول على ذاك البلاستيك غادي نهبطها غير بيدية صافي وغادي نتع شوية ونجيبها ونكورها عادي غادي نوضعها فيها الطاوة الدائرية اهنا باقي شدة شوية غادي نقطع لها واحد شوية ونخليها باش تعطيني الطوع باش تغيط تقرس لي بعد مما ارتاحت اهنا غادي نقرسها وغادي نخليها واحد تولد ساعة حتى تختامر بعد مما اختامرت الفطيرة ديالي او الا العجين اهنا غادي نزيلها بها الطريقة يعني غادي نبقى غادي بصباعي حتى نجيب الدوائر كلهم وكل شيء اراه موضح في الفيديو تبعوا غير هاد المراحل والمقادير اراه مضبوط اللي اعطيتكم وان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تنجح معكم وغادي تولي هي المعتمدة عندكم في جميع انواع الفطائر او البيتزا اراها تدجي هاد العجين رائعة جدا ورخيصة كذلك في التامن اهنا بعد مما اكملت تزيين ديال العجين هاي الحشوة كيف مما اشتوها رهناش فا تماما من الماء غادي غادي ناخد الفرماج محقوق غادي نعمر به جميع الدوائر بالنسبة لهذا الفرماج هاي الحشوة حتى نكمل جميع الدوائر ونعمر جميع الفارغات محقوق من بعد غادي نسخن الفرن ديالي هاي الفطيرة بعد ما عمرتها كلها غادي نسخن الفران وغادي ندخلها لي وغادي نقص عليها وهنايا عندي الزعتر وهي الفطيرة باقية في الفرن يعني فاش بدت تطيب غادي ناخد ذاك الزعتر وغادي نرشو عليها كلها بعد ما طابت الفوق نزلتها لتحت حتى تحمرات يعني باش يجيك ذاك الفرماج معلك وباقي يعني في اللون دياله طبيعي وما محرقش طفيت الفران وخليت الفطيرة ديالي في التحت ديال الفران عمرتها بالفرماج مزيان وخليتها فيه وطافي حتى دب ذاك الفرماج وخرجته هاد طريقة جميع انواع الفطائر هي اللي تستعمل فيهم وكذلك بالنسبة للبيتزا او الكابكيك مالح اي حاجة استعملت فيها الفرماج تنطفي الفران تنخلي غير فديك سخوني يدياله تيدو باليدك الفرماج وهي النتيجة النهائية كيف ماشتو على البنات راتات جي رائعة نفس شكل وللماذا غير تبعوا الخطوات وتبعوا الفيديو من الاول الاخر ان شاء الله غادي تنجح معكم وكمان عادة اذا اعجبكم فيديوهاتي اعجبكم محتوى قناتي ما تنسوش تدعموني وبالبارتاج لتعم الفائدة لأول مرة تشوفوا القناة ديالي فضلا وليس امرا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وهنا غادي نقطعها معاكم اراها تدجي اكتر من رائعة الصالحة اللي بقوتي بغيت تديرها الغداء بغيت تديرها العشاء الساهلة وكذلك اقتصادية والبنايا سلام ما نعودش لكم ان شاء الله تجربوها تنجح معاكم وتنال الاعجاب ديالكم او الاستحسان ديالكم اذا اعجبكم فيديوهات ما تنسونيش منلي لايك بصحة والراحة والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله